بسم الله الرحمن الرحيم كانتقال الى منزل جديد او تركية في العمل وقد تكون نجاح للابناء في الدراسة وحصلهم على مراكز عالية وفي كل الحالات هو خير يعم على جميع افراد الاسرة سواء الزوج او الزوجة او الابناء اذا رأى الزوج تلك الرؤية اي رأى انه يزوج زوجته لرجل غريب فهذا منفعه بيعود عليه في مجال عمله وتركية جديدة او سفر يضر عليه اموال باهزة هناك كمان تفسير اخر لعلماء التفسير ان من رأت انها تزوجت برجل غريب غير زوجها وكان لديها ابناء فهذا ينبق منها ستفرح وتسعب بابنائها وهي زواج لأحد ابنائها والله اعلم اذا رأت المتزوجة في المنام انها تزوجت بشخص معروف لها وهي في الحقيقة متزوجة فهذا ربما يدل على خير يأتيها ولزوجها وقد تدلها زي الرؤية على حملها وانجابها ولد اما اذا كان الزوج مجهول وغير معروف لها ولزوجها ولم تراه في الحقيقة فهذا يدل في الرؤية على بعض الامور الغير طيبة كمرض او فراق وان كان هناك زفة وهرج ومرج مع طبل وصمر طيب رؤية الزواج من رجل ميت فهذه رؤية غير طيبة وغير مستحبة خصوصا اذا كان ميت غير معروف للعائلة فان كان هناك اموال تأتي وتركية او مشروع جديد فسوف يتبع ذلك بعض الهموم والاحزان وقد تسمع اخبار سيئة وفي بعض التفسير انه خير يأتيها ولكنه لا يستمر طويلا اما اذا رأى الزوج انه يتزوج بغير زوجته فهذا خير يأتيها ورزق واموال وربما حصل على ميراز ولكن تحدث بعض المشاكل في محيط العائلة وتفسير حلم الزوجة تتزوج مرة اخرى من زوجها فهذا يدل على تجدد الحياة بالنسبة لها والزوجها وتجدد الحب بينهما واذ كان لديهم ابناء فسوف تصربهم وسوف ترزق بطفل جديد يملأ حياتها بهجة وفرح يبا هنا تفسير رؤية حلم زواج المرأة المتزوجة للحامل اذا رأت المرأة في منامها المتزوجة انها تتزوج من جديد وكانت حامل فهذه بشارة هو ولادة مولود زقر وهتكون الولادة بدون قلم رؤية الزواج من رجل معروف خير من المجهول ورؤية الزواج من رجل حي افضل من شخص ميت وذلك في تفسير ابن سيرين والنبولسين اما الزواج من شخص معروف كرئيس او وزير او رجل دولة زو سلطة وزعامة بهذا بيعود ان المولود سوف يكون له شأن عظيم تفسير حلم الزواج للمتزوجة بنفس الزوج اذا رأت المرأة المتزوجة انها تتزوج زوجها مرة اخرى بيضل على خير كبير يدخل بيتها من زوجها او من اهلها وقد يدل على تجدد حياتهم كزوال للخلافات او الانتقال لمسكن جديد وتحسين الاحوال المعيشية وقد تدل كمان على الحمل والانجاب من البنين والبنات طيب زواج المرأة من زوجها المتوفي بيدل على الحظ العسر وان كانت الزوجة مريضة وتزوجت برجل مجهول فبيدل على وفاتها والله اعلم تفسير حلم زواج المتزوجة من غير زوجها وهي حامل رؤية المتزوجة من رجل كبير في السن بيدل على الشفاء من المرض ان كانت مريضة وإذ كان العريس مجهول دل على امنية سوف تتحقق ورؤية زفاف المرأة الحامل بيدل على ولادة مولود زكر ورؤية تفاصيل الفرح والعرص والموسيقى قد يدل على حدوث شر يبقى رؤية الزواج بيدل على الخير والبركة وإذا تزوجت المرأة ولم تدخل مع الزوج أو لم يتم الزفاف دل على شر سوف يحدث والطلاق غير مستحب وقد يدل على الموت لأحد الزوجين أو خسائل مالية في التجارة أو ضياع الوظيفة حلمت أن زوجتي متزوجة من رجل آخر وهي على زمتي إذا رأى الرجل أن زوجته تزوجت وهي على زمته دل على خير كثير سوف يحصل عليه وقد يدل على تركية في الوظيفة أو تحسين الأحوال المعشية أما زواج المرأة من رجل معروف بيدل على كسرة الخير وعلى تيسير أمور الزوج وإذا رأى الزوج أن زوجته ترتدي في الثاني الزفاف وتتزوج غير زوجها دل على فك القرب وزوال الهم للزوج وحل جميع مشاكله يبقى تفسير رؤية الزواج للمتزوجة في المنام لابن سيلين رؤية المتزوجة أن تتزوج برجل آخر غير زوجها في الحلم يدل على خير ومنافع تأتي لها والأهل بتها رؤية المرأة المتزوجة الحامل أن تزوجت في الحلم رؤية تدل على رزقها بنت رؤية الحامل أن تزف لعارسها في المنام دلت الرؤية على رزقها بمولود صبي اما رؤية المتزوجة التي لها صبي في الحقيقة انها تتزوج في المنام تدل على انها سوف تزوج ابنها في الواقع اما رؤية المرأة المتزوجة انها تتزوج بشخص اخر غير زوجها في الحلم بتشير الى ربح من التجارة جديدة تقوم بها او يقوم بها زوجها اما رؤية زواج المتزوجة من شخص ميت ودخل بها في بيتها في المنام بتدل على تعرضها للفقر او خسائر في الاموال وتفسير رؤية زواج المتزوجة في المنام للنابولسي رؤية الزواج في الحلم بيدل على تعرض الرؤية للهموم والمشاكل والغم رؤية الزواج في المنام بتشير إلى أن الله تعالى يشمل الرؤية بعنايته رؤية الزواج في الحلم بيشير إلى سعي الرؤي لنيل منصب أو تولي سلطة رؤية المرأة المريضة أنها تزواجت في الحلم برجل لا تعرفه دلت الرؤية على اقتراب أجل الرؤية وموتها رؤية المتزوجة الحامل أنها تتزوج في المنام بتشير إلى إن جابها أنسة رؤية الحامل انها عروس تزفل عريسة في الحلم بتشير الى انجابها غلاما رؤية المتزوجة انها تتزوج في الحلم تنال خير وبركة والله اعلم دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو اعجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته